وللحديث عن الصراع السياسي بين الأحزاب وتداعياته على البلاد ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي عبدالقادر نايل حياك الله أستاذ عبدالقادر أهلا وسهلا بك ومشاهدكم الكرام حياكم الله أستاذ عبدالقادر يعني المجلس الاستشاري يتحدث عن 216 مليار دينار أنفقت على البرلمان منذ 9 أشهر برأيك الإنجازات أعضاء البرلمان توازي بالفعل هذا الرقم الذي يبدو صادما بالمقارنة مع الأوضاع الخدمية والاقتصادية للعراقيين من المعلومة تماما أن مبلغ 216 مليار دينار عراقي منها 177 مليار رواتب لأعضاء مجلس النواب الحالي هي أرقام كبيرة وبالتالي بالتأكيد تشكل واقعا صادما لكل أبناء العراقيين لا سيما أن هذه المبالغ يمكن أن يبنى فيها مستشفيات ومدارس وبالتالي يمكن أن تعزز البنية التحتية للعراقيين الذين يعيشون الآن بأكثر من 40% تحت خط الفقر والعملية تزداد يوما بعد يوم لأن الواقع الاقتصادي مسلوب يقابلها أيضا المبالغ الكبيرة التي تم إقرارها من مشروع ما يسمى الأمن الغذائي من هذا البرلمان والتي تحت تصرف حكومة الكاظمين والتي لم يدخل منها شيئا إلى المواد الغذائية العراقية لا زالت البطاقة التموينية لا توزع للعراقيين ولا زالت الأسعال مرتفعة داخل الأسواق العراقية بحيث لا يستطيع العائلة إتمام عملية شراء المواد الغذائية للعائلة لذلك حقيقة بالتأكيد هذه المبالغ ترهق العراقيين وترهق الاقتصاد فضلا على أن هناك بابا وأبوابا أخرى من الفساد المالي والإداري لمجلس النواب الحالي الذي أصبح مجلس عبئا ليس فقط اقتصاديا إنما سياسيا وبالتالي هو أصبح مصدر للأزمات وهذا حقيقة منعكس على الشارع العراقي الذي يفقد أمنه وما الاعتقالات الأخيرة أو عمليات الاقتعالات أو عمليات تعطيل مؤسسات الحكومة الخدمية إلا دليل واضح تماما على أن هذا البرلمان هو أصبح المادة الأساسية للصراع السياسي بين أحزاب السلطة يعني أمام هذه النفقات هل كان مقصودا هذا الصراع سياسي في ظل غياب أي رقابة على الإنفاق في الدولة وعدم إقرار موازنة هذا العام من المؤكد تماما أن هذا الصراع بدأ بعد إقرار مشروع الأمن الغذائي لذلك بالتأكيد هذه الأزمات التي تحدث هي أزمات مقصودة ولاشيما أن تلك الأحزاب لم تتأثر بهذه الصراعات من حيث الاستردادات المالية أو حصصها المالية سواء كان من رواتب البرلمانيين الذين يمثلونهم داخل البرلمان أو الوزارات أو الدولة العميقة التي تقود ملف الوزارات من وكلاء وزراء وأقسام وغيرها ولذلك حقيقة بالتأكيد هم يتقاتلون يتصارعون فيما بينهم إلا على الحصص المالية يتفقون على نهبها وسرقتها من قوة الشعب العراقي لذلك كل الأزمات لم تتأثر هذه الأحزاب بالأموال التي تسرقها من الميزانية العامة للشعب العراقي لذلك هناك ارتفاعات كبيرة للسعر برمين النفط العراقي لكن إلى هذه اللحظة العراقيون لم يجدوا أثرا واقعيا لا على المستوى الخدمي ولا على المستوى المعيشي ولا على المستوى الصحي ولا على المستوى التعليمي في هذه الأموال الطائرة التي دخلت العراق جراء ارتفاع أسعار النفط لذلك بينما الأحزاب لم تتأثر بهذه الصراعات حيث سرقت الأموال من الوزارات أو من مجلس النوار نعم في حال توجه البرلمان إلى الانتخابات المبكرة ما هو الضامن من إعادة استخدام هذه الأموال في الحملات الانتخابية كما جرى في الانتخابات الماضية من المؤكد أن هؤلاء يعتمدون في كل انتخاباتهم على المال السياسي المسروق من ميزانية الشعب العراقي وبالتالي الذي يتتبع أن هؤلاء جميعا أصبحوا بارعين في عملية غسيل الأموال من حيث بناء المولات وبناء المؤسسات الربحية داخل العراق وبالتالي هم يسرقون من هنا وإذا ما لاحظت هناك تحول جديد من خلال شراء الأراضي وبناء مشاريع استثمارية عليها لهؤلاء السياسيين لذلك هم بالتأكيد يعمدون على سرقة الميزانية من أجل استخدامها كمال سياسي من أجل إعادتهم أو رجوعهم إلى الانتخابات أو إلى المجلس النواب مرة ثانية بنسب طبعا متفاوتة لكن محصلة النهائية أنهم متواجدون ضمن كعكة التوافقية التي بنيت ما بعد الاحتلال من خلال مشروع بولي بريمار الذي يعتمد على التوافقية السياسية بين الكتل المحددة التي لا يوجد فيها أي تغييرات رغم كل الانتخابات التجارة لذلك هم بالتأكيد يريدون استخدام هذا المال من أجل إعادتهم مرة ثانية إلى سدة الحكم نعم أستاذ عبدالقادر لماذا تدافع الأحزاب السياسية عن ميليشيات الحشد بهذا الشكل رغم اتفاقها اتفاق هذه الأحزاب على خطورة سلاح الميليشيات المنفلت لأنه واقع معلوم أن هذا السلاح المنفلت هو الذي يحدد شكل صناديق الاقتراع وقد رأيتم في الانتخابات الماضية كيف كان لهذا السلاح أثرا في عملية إجبار الناس أو تزوير صناديق الاقتراع وبالتالي كل حزب لديه ميليشية يستطيع أن يتواجد في العمل السياسي فضلا على أنهم بهذه الأسلحة يبتزون وجودهم داخل تشكيل أي حكومة قادمة وبالتالي يتم من خلالها حسمها بفوهة البنادق أو التهديد باستخدام السلاح لذلك هم يدافعون عنها لأنهم جزء رئيسي من تشكيل هذه الميليشيات فلا وجود لهذه الأحزاب بدون هذه الميليشيات فلذلك ميليشيات الحجر الشعبي هي خطر كبير على العراق وبالتالي على السلم الأهلي وهذا يعيه الشعب العراقيين جميعا لكن هذه الأحزاب تدافع عن هذه القضية لأنها مستفيدة سياسيا واقتصاديا وعسكريا شكرا جزيلا لك كنت ضيفا عبر سكايب الكاتب المحلل السياسي عبدالقادر النايل